اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن تتويج فريق قرطبة الإسباني لكرة القدم بكأس الاتحاد الإسباني بعد فوزه على جويخولو بهدف دون رد في المباراة النهائية يعتبر تتويجا للدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي بالرئاسة البحرينية ويؤكد المسيرة الناجحة للفريق في الموسم الحالي وبينا سموه أن هذا اللقب سيكون حافزا كبيرا للفريق في مواصلة العطاء في الفترة القادمة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الظروف التي تهيأت للفريق الإسباني لعبت دورا مؤثرا في تهيئة الأجواء المثالية للفريق طوال مشواره في البطولة ليكتب صفحة نجاح وقصة ذهبية للتاريخ ستذكرها الأجيال القادمة للنادي وقال سموه حرصنا على تقديم كامل الدعم للفريق الإسباني طوال الفترة الماضية ونحن سعداء بروح الأسرة الواحدة التي يعيشها الفريق من لاعبين وجهازين فني وإداري ودعم لإدارة النادي حيث حرص الجميع على كتابة النجاح وأن الفريق دائما ما يؤكد جدارته في تحقيق الانتصارات وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد تابعنا باهتمام مشوار الفريق طوال الفترة الماضية وكنا على ثقة كبيرة بقدرات اللاعبين بأن يقدموا أفضل المستويات في المباراة النهائية وأن الروح العالية التي يتمتع بها أفراد الفريق كان لها الدور البارز في تحقيق الانتصار والتتويج باللقب تبع سموه أن حصول فريق قرطبة على كأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيكون عاملا إيجابيا ومؤثرا على مشوار الفريق في الفترة القادمة في المضي قدما بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والسعي الدائم لمواصلة كتابة قصة النجاح التي يعيشها الفريق وقدم سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني إلى إدارة نادي قرطبة وإلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين وجماهير النادي وتمنيا سموه المزيد من النجاحات للفريق في الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر